السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما نبدأ نشرح لا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جرسي التنبيهات وتخلوا على جميع المقاطع كمان لدعم القناة كل اللي عليك انكم تبحث على قناتنا الثانية JJJ1X أول ما تبحث هتطلع لك هذه القناة تضغط اشتراك وكمان تفعل الاشعارات لكي يصلك لكل جديد القناة تحتوي اشياء كثيرة عامة ما حبينا نطول عليها ممكن تروحوا تتفحصوها بنفسكم ونروح لبداية الشرح بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نكمل الجزء الثاني من محاضرة الـ Pre-Operative Assessment اللي في موضوع جنرال سيرجري زي ما قلنا احنا راح نحاول نقسم الحلقات لانه المقطع مدة تطويل جدا جدا واحنا النت عندنا جدا ضعيف ضعيف وبطيط فعشان الرفع لازم نقصه ونكون نرفع المقاطع مقصوصة بينزل المقطع كامل لكن حالة ما نجد نت كويس لكن في البداية راح ينزل المقاطع مجزة طيب قبل لا تنسى ممكن تزور قناتنا الاخرى والقناة الثانية اللي هو JJJ1X عبارة عن معلومات عامة ومفيدة بإذن الله ما راح تخسر وقت زي ما انت قاعد تتفرج هنا وتستفيد ان شاء الله راح تروح هناك كمان لتستفيد معلومات عامة في حياتك في مستقبلك في أشياء طبية وغير طبية للناس جميع الفئات الكل يقدر يفهم اللي هناك في موضوع جدا بسيط ودقائق بسيطة ممكن تروح هناك وتدعمنا بالاشتراك في القناة والانتقل ذي موضوعنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا على الـ Preoperative Assessment وتكلمنا انه من اهم النقاط اللي انت لازم تركز عليها قبل العملية لانها ممكن تحدد العملية نجاحها أو فشلها وغيرها وأشياء كثيرة وقلنا من اهم شيء من الـ Preoperative Assessment اللي هو حاجة اسمها History Taking أو History Sheet وهذا قصلناه إلى ثلاثة اقسام تكلمنا انه واحد اسمها History والثانية سميناها Technical Examination والثالثة سميناها Investigation راح نبدأ اليوم راح نتكلم عن History Taking أو History طيب الـ History يعني المعروف عند الناس should be taken focusing on patient hopes and expectation يعني لازم يكون مركز انه احنا نعرف امنية وتوقع المريض للعملية يعني في خلال History Sheet هذا انت تتكلم مع المريض والمريض يرد عليك وانت تستمع للمريض فانت تتوقع من المريض وتركز انه المريض ايش متوقع منك ايش متوقع يعني انت ايش هتسوي له في اللفظ العام انت ايش هتسوي لي والله انا متوقع مثلا انه انت دكتور يعني اتوقع انه انت مثلا راح تخليني اطلع وانا زي الحصان اتحرك وسوي كل حاجة ما عندي اي مشاكل اوكي ف هذه هو التوقع لكن المريض ما رح يقولك انا اتوقع انت من كلامك مع المريض تحدد و رح تعرف كيف المريض يتوقع يعني او يفكر يعني طيب عشان تعرف هذا التوقع لازم تبدأ ب open questions then listen يعني ابدأ بسؤال بعدين استماع الاستماع نقطة مهمة لدى الدكتور والمرض يرتاح لما يشكل الدكتور طيب افتح سؤال اسأله قل له انت لش جيت عنده وايش المشكلة اللي صارتك وخلي المريض يتكلم وانت استمع له then يعني مع الوقت من دقعة تسؤاله ابدأ عطي specific questions حطيه اسئلة محددة الاسئلة هذه aim to clarifying the diagnosis يعني اسئلة محددة عشان تعرف او توضح the diagnosis يعني كم مدة الالم وين بيجيك الالم بالضبط بيصحيك من النام او لا اسئلة محددة لكل تشخيص او كل مرض انت رح تاخده في المحاضرات هذه او المحاضرات القادمة او في مواد اخرى history sheet هذا او pre-operative assessment هاي مفروض تطبق لجميع البارد يعني طيب منها and the severity of the symptoms ايه اعطي close questions يعني اول كنا نجيب open questions نجيب اسئلة عامة خليه يتكلم وانت تستمع بعدين نحاول تخصص الاسئلة عشان تصل الى diagnosis بعدين خلاص الآن سكر اسئلة مغلقة اسئلة جوابها نعم لا واحد اثنين ثلاثة اربعة حجزك يعني مثلا كم الالم بيجيك يعني الالم بيجيك حدته كيف لو قلت لك يعني طعنة سكين عشرة اوكي دغزة او خرم ابرة ضغطة ابرة يعني كذا هذه واحد الالم انت تقيمه كم مثلا ممكن يقولك سبعة عرفت كذا احساس الالم تسكر على الاسئلة يكون جوابها بحيث نكتصل الى diagnosis a set of fixed questions يعني اسئلة ثابتة are needed to determine the fitness for surgery زي ما قلنا هذه الاسئلة الثابتة اللي احنا سعناها هي اللي تعطينا انه او تحد determine the fitness هل المريض جاهز لعملية ام لا طيب surgery specific symptoms يعني بعض symptoms والاعراب including features not present اوكي يعني في اشياء مهمة وجودة في المريض لكن مهمة اوكي واضحة النقطة هذي انه surgery surgery specific symptoms يعني بعض symptoms او الاعراب اللي تكون يعني specific surgery يعني خاصة لل surgery بعضها ما هي ظاهرة يعني ما هي موجودة اصلا لكن انت تحتاج تسوي surgery اذا ما تفهمها خليها شوية رح تفهمها مع الوقت اذا كان في symptoms يعني اذا كان في اعراض في بعض احيان انت تحتاج عملية بس المريض عندك ما كان عنده الاعراض هذه يعني امثلا كفيها كيف يعني كان عندك نقول زائدة عنده الم كان خفيف الاعراض ما كانت ظاهرة بشكل كبير انه الم وانه في قياح وانه زيادة ال white plat cells وهذه هذه symptoms تحتاج يعني هذه symptoms المفروض انها تكون ظاهرة بعدين نقول ايو في عملية لكن احيانا يكون في هذا الواجع وكذا لكن symptoms هذه العراض مظاهرة ما هي موجودة لكن تستدعي انك انت تسوي العملية هذي كيف انت تحددها بال preoperative assessment ان شاء الله كده تكون واضحة طيب اذا كانت العراض مش واضحة خلاص يعني انت بتدرسها خلال الاسئلة وبنهاية الهيستوري راح تكون خلاص عرفت شخص لكن اذا كان في عراض ظاهرة قال مدته كم كان يجلس معك والله نما اجي جيني الالم يعني يستمر لمدة دقيقتين بعدين يروح طيب طيب الالم لانه انا بلف اوكي لما بلف وسطي اليمين بيجيني الالم يعني اللي بيحفز الالم ايش هو وال الريليفينج v اللي اليهدد الالم طيب انت قالت يروح الالم بعد ثلاث دقيقة بيروح بنفسه ولا انت ان تلوف لل يسار بيروح اذا بيروح بنفسه بتقول انه راح بنفسه اذا لما يوف يسار طيب انه الريليفينج والله هدد هو اللوف لل يسار والله اذا يقال لك ما ということで الالم ال Hasan هو اللي هو أيش يعني تكتبهم يعني راح تفكير بعيد هذا الهيستوري تيكين طيب مبادئ أخذ الهيستوري الاستماع زي ما قلنا هي نقطة مهمة جدا تسأل تفتح سؤال مفتوح تقوله إيش مشكلتك هو بيبدأ يتكلم لك يفضل في كلام كتير انت استمع له وركز على كلامه لأنه هذا بيهمنا بعدين في التشخيص بعدين يبدأ سوي بعدما سمعت منه أشياء كثيرة يبدأ سوي يعني يعني يقوله أنت حكيت لأن الألم جاك وجيتك عمتك وما دير إيش وكلام هذا الألم لما جاك متى بدأ معاك يلا بدأت متى بدأ معاك كيف جاك إيش الألم أكلت شي قبله أكلت شي بعده what does patient expect or accept expect سوري expect يعني يتوقع طيب إنت تتوقع إيش الألم إيش اللي صار لك إيش تتوقع إنت إيش أكلت يعني تبدأ تسكر الأسئلة عشان تصل يعني آخر شي clarifying يعني توضح أوكي بعدين سوي narrow ضيق الدائرة أعتقد في دائرة واسعة ضيقتها شوية سوري أي دائرة واسعة ضيقتها شوية ضيقت شوية حتى تصل إيش إلى التشخص فهنا سوي narrow وصلتنا إلى narrow differential diagnosis في عندنا يعني differential diagnosis يعني في بعض الأعراض أو symptoms اللي نسميها الأعراض تكون موجودة في ثلاث أمراض نفس الأعراض نفس الأعراض فأنت هنا تبدأ تعطيش focused questions يعني خلاص العراض هذه أنا عارف أنه احتمال عنده المرض الفلاني المرض الفلاني المرض الفلاني ثلاث أمراض أوكي طيب في هنا ممكن شي مميز في هذا المرض في هنا شي مميز في هنا شي مميز ممكن هذا عند الرجال فقط هذا ممكن مثلا عند الأطفال هذا عند المدخنين فتجد يقوله والله أنت تدخن يقول لك خلاص هذا المرض أوكي بس لسه الآن في الهيستوري لسه ما سوينا الفحص ولسه ما سوينا الانفستيكيشن يعني التست طيب بعد ما سوينا كده الآن خلاص إحنا عرفنا التشخيص هنسوي فتنسيس والله والله الفتنسيس عادة بتكون ما هو بالكم زي ما قلنا هي الأمراض بسمينها العربية شوية قدها باعة الأمراض المصاحبة أوكي هنا رح نحاول إيش نسكر خلاص إحنا عرفنا التشخيص الآن رح نشوف الأمراض المصاحبة وهل هو مستعد للسيرجن أو لا هنجي بيش فكست كوششنز يعني أسئلة ثابتة والعادة تكون في المستشفى تكون يعني في داكومينتد في كده ورقة جاهزة مكتوبة فيها وفقا لبعض القوانين الدولية وبعض الأشياء اللي قانونية يعني وبعضها أشياء تكون للمريض نفسه هو اللي يحدد طيب زي ما قلنا في البداية احنا في الهيسترشيت تكلمنا على حاجة اسمها البرسونال داتا سألنا على الاسم زي ما قلنا انه في الهيسترشيت نبدأ في البرسونال داتا ثم رح نتكلم في ايش في التشف كومبلين يعني هنتكلم ايش الاشياء او ليش هو السبب جاء بعدها رح نتكلم على حاجة اسمها الميديكال هيستوري كلها هالي تحت الهيستوري اوكي لسه ما دخنا الاجزامينايشن طيب الميديكال هيستوري الميديكال هيستوري في حاجة اسمها دينتال هيستوري برضو يعني الميديكال هيستوري هو ايش عنده ميديكالي ايش عنده من امراض ايش عنده حاجات هالي فتبدأ تسأل أسئلة في سيستيم سيستيم يعني في جزء نظام في جسم الإنسان جزء جزء يعني مثلا أول شيء تبدأ في الكارديوفاسكولر سيستيم جهاز الدوري الدموي فتسأله إذا كان عنده كارديوفاسكولر اسكيميك هارد ديزيز هذا مرض أنجاينا برضه مرض ميوكارديو انفاكشن الذبحة الصدرية هايبرتنشن الضغط هارد فيرير الفشل القلبي أو الفشل القلب رح نتكلم عليه بموضوع كامل العربية عندي شوية طيب ديزريميا اللي هو تيسيريذميا ريذميا اللي هو من الرذم من التردد مثلا نبضات القلب أو ضربات القلب وقفة ثانية وقفة ثانية وقفة ثانية هذا الرذم في خطأ ديزريميا يعني تكون مختلفة الفشل الناس أمراض الوحيض الاختاريضة أو المفروض أن تدرسوها يعني لوحدها بعراضها بفحصها بكل شيء لكن هذه أسئلة قد يكون هون يقول لك أنا والله عندي كده فهمت لما تجي تسأله تقول لك يقول لك إيه وأنا فحصت أندي هايبرتنشن وأخذ العلاج الفلان وفلاني فهنا والله مثلا المخدر الفلان وفلاني ما رح ينفع مع هذا المريض فلازم نغير المخدر أوك Peripheral Vascular Disease الأمراض اللي موجودة في الأطراف الأوعية الدموية Deep Vain Thromposis اللي هو الجلطة اللي تحصل في الأوعية الدموية الصغيرة Pulmonary Implism انتقال الجلطة من الجسم الإنسان إلى Pulmonary إلى الرئة عموما هذه الأمراض يعني كل واحد لو كتبتوها تلاقوها مرض طويل لكن أنا حاولي أجلب لكم الأشياء السريع سريع بعض المختصرات وإنتم رح تأخذوها بعدين هذا كله في النظام الكاربيوفاسكولر الجهاز الدوري الدموي ثم انتروح للجهاز الريسباروتري الجهاز التنفسي هتسأل عاني الكورونيك Obstructive Pulmonary Disease هذا يسمى مرض واحد أزمة ناس الربو الريسباروتري انفكشن انفكشن عدوى الجهاز التنفسي الگاسترو انتستاينال بيس بيبتيك ألسر ديزيز اللي هو القرحة قرحة المعدة أو الجهاز المعوي الگاسترو الگاسترو اسوفوغيل رفليكسيس اللي هو القاقا رفليكس عادةً بتكون بسبب انه السفنكتر اللي موجود في عندنا سفنكتر كده موجود بين المعدة والمريء هذا يكون في عنده يسوي ارتجاع للحمض اللي في المعدة لبراء فنسموه الگاسترو اسوفوغيل من الاسوفوغس رفليكسيس اللي هو بيرجع liver diseases أوكي liver disease اللي هو أمراض الكبير اللي هو genitounirary track اللي هو الجهاز البولي والجهاز التناصلي يعني مع بعض unary track infection unary track infection اللي هو يعني مجرى البول فيه infection اللي هو اسموها عدوى الجهاز البولي أوكي طيب renal dysfunction اللي هو dysfunction اللي هو في يعني في ما نقدر نقول انه فشل كلوي لكن يقول انه في dysfunction في مشكلة في وظيفة الكلا أوكي العربية عارف مضروبة لكن اش نسوي طيب neurological epilipsy اللي هو مرض الصرع cerebrovascular accident يعني من يعني من حق الدماغ وال vascular حق الأوعية الدموية accident صدمة يعني بتصير transient ischemic attack transient معناته مؤقت ischemic اللي هو معناته low blood supply يعني يعني مثلا لو عندنا عضو وفي أوعية دموية المفروض تغذيه تسكر هنا الوعاء هذا الوعاء هذا فيحصه هنا ischemia بعدين تؤدي إلى necrosis إنه الخلايا هذه تموت بعدين هتعرفوها طيب psychiatric disorders أمراض النفسية cognitive functions الأشياء الوعيية أو اللاوعية أوكي endocrine metabolic diabetes ما يعني الديابيتس السكري اللي ناس الendocrine عنده مشكلة في الغدد أو الميتابوليك إنه أصلا عنده مستقبلات ما تستقبل الأوعية أو ما تستقبل يعني الإنسولين عشان تعرف الديابيتس أو السكري أمراضه أعراضه أشياء بشكل مبسط ممكن كمان تلاقوها هي جاهزة موجودة تلاقوها على قناتنا الثانية jjj1x موجودة الديابيتس والسكري بشكل جدا بسيط أعراضه مضاعفاته وكل شي فيه طيب thyroid dysfunction thyroid dysfunction thyroid gland اللي موجودة بالحلق هنا تحت dysfunction يعني بزي ما قلنا فيها خلل وظيفي ولها عدة انواع ولها أشياء كثيرة يعني راح تأخذوها وقلت لكم يعني كل وحدة أو كل محاضرة يعني يعني تأخذوها لوحدة يعني أوكي طيب آها طيب فيو كروموسايتوما فيو كروموسايتوما فيو كروموسايتوما هو مرض في الـ adrenal gland الغد الكاظرية أظن أيها الغد الكاظرية طيب آه إيش هذا المرض هذا هو مرض بيصير في السمول فاسكولر آه بيسموه إيش السمول فاسكولر تيومر أو آدرينال ميدالة آه هذه كمعلومة يعني هو مرض بيصير في الآدرينال الغد الكاظرية في جزء الآدرينال ميدالة في جزء الآدرينال الآدرينال الآدرينال